السلام عليكم البنات اشخباركم كانت مننا تكونوا بالف خير وتكونوا تمام الصحة والعافية يا ربي البنات احنا على ابواب رمضان الكريم الله يبلغنا رمضان كاملين وحنا بصحة وعافية والله ارزقنا من حيث لا نحتسب جميع اليوم البنات بنسبة الوصافات اللي كنعتمدها انا في رمضان واللي هي هدي اللي كتشوفوا في الفيديو العجينة المورقة اللي كتكون مالحة ومحشوة بحشوة اللي كتكون زوينة والديدة بزف والعجينة كتكون مورقة سهلة التحضير يعني عجينة اللي سحرية شاهدوا الفيديو حتى النهاية باش تكتشفوا هاد الاسرار وكنتمنى هاد الفيديو يعجبكم وإلى عجبكم المحتوى ديالو او المضمون ديالو ما تنسوش تخليوا ليه لايك ولي اول مرة كيزور القناة ما ينساش يدعمني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس وشكرا لأي واحد كيش هاد الفيديو كياخدله من وقته وكيخلي ليه لايك ديالو التعليق ديالو انا كنشكره بزف بزف لان بكم ان شاء الله بإذن الله من بعد الله سبحانه وتعالى شكرا لكم بزاف وشاهدوا الفيديو ما نطول شعديكم باش تكتشفوا طريقة التحضير اول حاجة غادي نبدو بها هي العجينة باش نخليوها ترتاح واحد شوية قدمها خليتها ترتاح مزيان يعني من جوجة السويع والفوق مزيان ممكن نحتاج الفرس اللي كيكون نوعية مزيانة دايرهنا يا فرس ديالو حلويات بخمسة ديال الكيسان بقياس العنبا كيف ما كتشوفو خمسة الكيسان هنحتاج الميتين وخمسين جرام او الاربعة ديال الزبدة او المارغارين ديال الطوريق الخاصة بالطوريق تكون باردة حتى هي نكونوا دايينها في كلاجة باردة مزيان اه منطبال لامارك هنتم ممكن كتشوفو راه خاصة بالطوريق ماشي ضروري انكم تخدو هاد لامارك ركينا بزاف ليل انواع المهم تكون هكا ديال زبدة اللي كتكون قاسحة وتكون مكتوب عليها خاصة بالطوريق الزبدة الأخرى التي تكون لدينا عادة تكون غنيئة فيها لما بزاف هذه تكون تسببت لما فيها قليلة بزاف و تجناجها في الطوريق المهم يحتاجون ثاني الملح ضروري في العجينة قليلا الزعتر اللي يبقى اختياري بيضة و بودرة الثوم اللي أنا كيحمقني في العجينة الملحة و قليلا البزار و قليلا الخل و هنا عندي كس اللاروب ديال ما يكون باردة لبنات أنا كنأكد يكون بارد مزيان باش ما تدبش معنا الزبدة هنا نقدر نحتاج حتى الكتر من كس اللاروب المهم على حسب الضقيق غادي ناخد حكاكة ديال ماطيشة اللي كيكون عني الجهة اللي كتكون غليطة كان رد الضقيق ديالي على جنب مهم و غادي ناخد كيفما قلت 250 جرام ديال الزبدة رابعة يعني كان بدأ نهز من الضقيق و نحك في الحكاكة نحاول الزبدة نلبسها بالضقيق و نحكها في الحكاكة بها الطريقة كيفما كتشوفوا راه واضح يعني الدقيق كله خاصني ندمج مع هذيك الزبدة و الزبدة كلها تلبس بالضقيق الزبدة اللي حب بعيبات ديال الزبدة اللي كي خرجوني يكونوا ملبسين بالضقيق نكمل العملية ديالي بنسبة لدقيق كامل نحاول فين ما لقيت شيء بلاصة فيها دقيق ما نحاول ندير له الزبدة نهزه و نحكي زبدة بدك الدقيق حتى نكمل مهم من بعد البنات ما كملت دقيق ديالي كله اللي بستوا بالضبدة كيفما كتشوفوها وراه واضح لكم دبا واحدة الحاجة اللي بنات ما قلت لكم يا انا ادرت معلقة ديال زيت المائدة في العجينة ننسيت ما صورتاش لكم زيت المائدة معلقة ديال زيت المائدة ناخد زلافة كندير فيها البيضة كندير كاسل لاروب ديال الماء يكون بارد كنأكد على هاد القضية مني كنقول بارد يعني بارد نقدر نحتاج كيفما كتلكم كتر على حساب بالضقيق نضيف معلقة صغيرة ديال الخل نضيف شوية ديال بودرة التوم تقريبا واحد نصف ملعقة نضيف لبزار وغنضيف الزعتر نضيف معلقة صغيرة ديال الملح نضيف معلقة صغيرة ديال الملح نخلط المكونات ديالي مزيان ونضيفهم في العجينة نجمعهم غيب اطراف الاصابع باش ما تدوب لي الزبدة ما خسنيش ندلك العجينة باش كديني ناجحة نحن نخلط مزيان العناصر ديالي نوضع كيفما كتلكم شوية شوية على حساب الضقيق نقدر نحتاج قل من ذاك الكيمياء ديال الماء ونقدر نحتاج كتر يعني نكنا نلبس غيب اطراف الاصابع مد الكوش العجينة يعني كي بان لي انا اني غنحتاج هاد شي كامل وغادي نضيف لان الدقيق بان لي ما غادي شي شرب لي مهم على حسب دقيق وصافي ديروا كاس ديال العنبي يكون بارد ديروا الماء بارد قدامكم وانتو ما كتجمعوا غادي تشوفوا الكثافة كيفاش كاتخرج يعني اختيت خرج لكم نفس الكثافة مهم ان البنات غادي يخصني الماء يعني غادي نضيف وغادي نجمع ونرجع لكم المهم البنات راني ضفت تقريبا ربع كاس اخر ديال الماء ديال العنباء يعني كاس عامر حتاجيت هنا يا كاس عامر ديال الماء بارد مهم جمعتها باطراف الاصابع ما كتجيش مدلوكة ما كتجيش ملصة كيف ما كتشوفوا غادي نهزها نديرها في بلاستيك الغذائي وغادي نديرها في تلاجة يعني قد مخلطوها في تلاجة مزيان يعني ليلة كاملة او لجوش السوية ثلاثة سوية اربعة سوية يعني المهم خصوات تبرد إذا كنتو زرباني نديرها في الفريغو يعني ساعة ونص واجبت تخدموها بالنسبة للحشوة اللي بنات غادي ندير الحشوة باش تبرد ليا لاننا نعمرها بحشوة باردة كيف ما كتنا انا كنحمق على الخضراء اي حشوة فيها الخضراء كتعجبني مهم هنا درت البصلة خيزة محقوكة الكورجيت محقوكة كمية اللي بغيته يعني باش تسموه شوية در بيع مهم نبدأ على بركة الله لان نوجد الحشوة مهم نحتاج لزيت الزيتون كندير واحد كمية دي زيت الزيتون كيف ما كتشوفوا راه واضح في الفيديو هادي نضيف عليها اول حاجة البصلة باش تنزلي البصلة وكنضيف معه بودرة الثوم كنضيف معه كتجي بنينة معه والملح مهم راني اضفت الملح باش تنزلي البصلة ده بغى نضيف بودرة الثوم ومهم الملح وبدرة الثوم كي سيغتون بودرة الثوم على البصلة في اللولتكة تعطي واحد نسمة زوينة والملح رادار درورية باش تنزلينا البصلة وباش تدبلين البصلة كما كان عرفوه الملح دائما يخرج المياه اللي في الخضراء سوفي نضيف الخضراء ديال من بعد بنزلتلي البصلة شوية نضيف الكفتة و نصف الكمية الربع نضيف الكفتة و نصف الكمية حتى الآخر نضيفها نضيف الخضرات و نضيف الخرقم البلدي و سودانية الحارة و نضيف تحميره و نضيف حميره و نضيف حميره حميرها و نضيف حشوا الكمية و نضيف حشوا جيبنى و نضيف حشوا الكمية حتى نضيف النصف الكمية و نضيف حشوة الموخ يتحرك البيض على الصفر يسقط مفتياجه في الاخير ما هي القطاعات التي حصل على قطاعات انا ادي قطاعات المرونة الكبيرة ويمكنها في انواع العجينة تجمع فشاة 5 سنوات أو 6 سنوات احتاجها إلى 15 درهم والله يتم تخلط المهمة عملية تجمع العجينة ورقة صلة تأتي معها روعة مهمة بانس أو شيتا لكي تدهنوا في الأخير العجينة هي قاصحة بكل مفاجرة كميات لكي نتحكم فيها بالنسبة للصفح العمل ثم تخذ الكيميات التي تقدرون تخدمها نجمعها قليلا و نضعها على جنب حتى نعود ثاني و نورقها و إلا شاطته لا يمكنك كملها كيف سوف نشارك معكم و نجمع العجينة أخرى سوف نخليها في تلاجة حتى نسليلها و نعمرها ثاني و نورق السمك اللي أنتو ما بغيتوها لبنات أنا بغيتها شوية رقيقة و تخليوها غليضة واحدة شوية كتخليوها تجيتها هي رائعة أنا بغيتهم شوية رقاق مهم أن أخذت هاد السمك هذا تقدروا تخليوها غلط من هكذا طيب نبدأ نقطع ضروري نفس الكمية صغيرة و كبيرة مهم بدأت بذلك المربع أنا بغيت نشكليكم باش نقول لكم مشكلات نوريكم مشكلات اللي كيفاش يخرجوا يعني أنا عادة نكون غير الدائريين ولكن قلت عليش الليل يوم ما نجربش حتى هاد المربعين حينت أول مرة نجربهم معاكم دي بافلا فيديو حينت يلا خذيتهم كانوا عندي غير الدائريين و هي مدرت شوية كبار و صغار نحطهم على الجنب و هدي ندير تاني الضائرين حينت العجينة بقص عندي هنا مسرحة يعني ما كيلاش نضيعها صافيو العجينة كيفما كتلكم غادي نجمعها ما غنضلكها ما حتى شي حاجة ما كتوقع لها حتى شي حاجة كتجمعوها غي هكا و كتخليها حتى نعودوا ندلكوها كيفما كنت نديرو في الصابلي الحلوة ديو في العجينات الصابلي هكا كنت نديرو ما كان ديو الكوش العجينة كنت نجمعوها حتى نعودوا نطلقوها نفس الشيء نوضع الحشوة ديو في المربع الصغير دائما صغير هو اللي نديرو في الحشوة باش كنحط فوق منه الكبير باش كي يجي نفس الحجم نديرو ابيض البيض في الجناب باش كيلسق على فكرة البنات ابيض البيض انا ردرت في شوية ديو الخل باش مجينيش ديو حد سفورة درس فيه واحد نسمع القديل الخل كيفما كنت لكم ديروها غلط من هكا كنت جي رائعة انا رققتهم هاد المرة موالفة نديرو مغلط ورققتهم هاد المرة شوية مهيم بنسبة القطعة الاخرى صراحة هاد القطعة عملية عملية بزاف كاتعجبني كنت ندير شوية ديو الضقيق باش تقدر تنزل معي العجينة بالزربة كنت نحاول نتبتها او نقدها على الفورما ديو هادك القطعة نديرو الحشوة ديو في واحد جهة هانتو ما كيك تشوفو صافي وكن نسدها كنديرو أبيض البيض في الجناب باش تلصق ليا ضروري ماذا العملية باش ما تتحلش لكم اللي تكون كالطيب صافي كنقطعها كنورك عليها مزيين عندها قطعات مادين في الجناب هانتو ما كتخجليها تشكي لها دب حل شكل بريوات صغار كيجوا رائعين صراحة ندوز الشكل التالي يعني قدرت بزر ديو الأشكالات شغيرة باش نوريكم يعني تقدروا تاخدوا الشكل اللي انتم مناسبكم و اللي انتم واجد عندكم يعني القطعة ديو في الدار كان ناخد دائرة اللي قطعتها كبيرة بالقطعة الكبيرة كان دهن البيض غير في النصف في النصف الدائرة كانت تنيها كان نجيبها على شكل شوصون كانت كبير ديو مزيين به هات الشكل هذا بعد ما كان عمر الحشوة ديو ببنات بإمكانكم تديروا قطعات كبيرة من هكا مثلا بغيتوا تجيبوهم كبيرة من هكذا كديروهم يعني تمولكم حرية الاختيار سوف يكون قطعة بالجنب ديال القطعة الصغيرة باش كتجيني الشكل هكا من يضر وتيجي هكا متوول المهمة تم كتشوفوا الشكل مزيين وواضح في لعفيديو وكنتمنى ان الطريقة تكون واضحة دهن بغادي ندوز الشكل التالي اللي هو الدائرة وانتن قطع دائرة اللي كيكونوا كبار وصغار كيف ما كتشوفوا العجينة راه ما تنضيعوش فيها البنات وخاتتشوفوني تنجمعها راهتان عود نشكلها تاني وكتخرج نفس النتيجة ويمكن ناخد دائرة اللي صغيرة كندير فيها الحشوة ديالي دائما الصغيرة هي اللي تنديرو فيها الحشوة كنناخدو الكبيرة من بعد ما تندهنو بابيض البيض اللي مخلطة مع الخلف الجناب وتنسد بالدائرة الكبيرة والذنت كبيت ديالي بحال هكا حتى كنسدها بزيان كتلسق باش ما كتتحلش معاي في الطياب دبا كنناخد القطاعة الدائرية الصغيرة كنحاول نحيد بها الزوائد باش كتجيني مقطعها مزيان قاعدة كشيري زايد كنحيدو كتجيني على هات الشكل هذا كيف ما كتشوفو كتجي رائع صراحة غادي نكملهم ونديرهم في اللاطا ونرجع معاكم cotton هم هدون أصبح شوصون تشكيلات ديالي من بعد ما كملتهم يعني درت لكم من كل فنين طارب ساعدت دائريين ساعدت مربعين نحاول ندهنهم بأصفر البيض تقريبا نصف ملعقة صغيرة الخل ندهنهم كاملين ومضيجا مسخنا الفران ندخلهم يطيبوا وضغيك يطيبوا ورهما ياخدوا الوقت في الطياب نكملهم في الدهين وندخلهم الفراني طيبوا ونخرجهم باش نشارك معاكم الشكل النهائي البنات هدا هو الشكل النهائي ديال العجين المورقة المحشوة بهذه الحشوة الرائعة كانت من المنظر يعجبكم وكانت من نحته تجربوهم يعجبوكم في الماداق ره رائع الماداق ديالهم هائي لصراحة نقطع لكم باش تشوفو كيفاش كيجو من الداخل سراحة يجو مورقين رغيم مع التصوير معاونيش باش يبان لكم زيان ولكن را كيجو هائلين صدقوني كيجو زوينين وكي تقطعو في الفم تيدوبو صراحة وصفة اللي تتستحق أنكم تجربوها البنات صدقوني أنا صراحة دائما تنديرها كتعجبني وسهلة ماشي صعيبة العجينة ديالها ما فيها لديك لاتشي حاجة والحشوة أصلا تنديره في رمضان رزا فالأطباق هادو فكنتمنى الفيديو ديال اليوم تنال إعجابكم وكنتمنى تكونوا استفتوا معايا ولو معلومة وحدة ولو إفادة وحدة وشكرا للناس اللي يبقوا وشاهدوا الفيديو حتى لدابة وما تنسوش تخليوا لايك ديالكم اللي عجبكم المحتوى والاشتراك وتفعيل زر الجرس فضلا وليس أمرا وشكرا لكم ودمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله